أنا مش عايز كنتش عايز أتكلم بصراحة عن لعيب بعينه لأن بصراحة كل القيمة مش بس اللي بيلعبه اللي بيلعبه واللي ما بيلعبوش واللي بينزله كبودلاء في منتهى الرجولة والجمال والحلاوة لأن اللي إحنا بنشوفه من روح ما تقوليش إن هي روح الحداشر اللي بيلعبه بس أو حتى التلاتة أربعة اللي بيغيره دي روح درسنج روم روح غرفة خلع ملابس في منتهى الجمال ومنتهى الحلاوة ومنتهى الإجابية لأن الروح اللي إحنا شايفينها من تفاني ومن إثار ومن مثبرة ومن عرق ومجهود من اللعيبة دي كلها توريلك إن هم كلهم بيحبوا بعض وبيتمنوا الخير لبعض بس ومعليش شوف عند بس دي في لعيب فارد فارد جدا إن إحنا لازم نتكلم عنه هو أبو الفتوح يا جماعة فتوح بسم الله ما شاء الله إكسبريس يعني في مطش المغرب إيه يا ابني الجمال والحلاوة والرواءان والدلع والشخصية والقرارات دي ما بيلعبش على باكي مين عادي يعني إنت بتلعب على أحسن باكي مين في العالم تقريبا أحسن باكي مين في العالم تقريبا وبالرغم من ده أنت بتفقده كل مفعوله عامل كده زي الدواء اللي ما بيعملش أي حاجة نزعت فتيل أشرف حكيم عافلك نزع فتيل القنبلة هو نزع فتيل القنبلة بتاعت أشرف حكيم بقى بلا مفعول موجود اسما وموجود جسدا ولكن بلا أي فعالية ومش بتكلم على فنياته بس أنا بتكلم على فنيات وروح وشخصية وقلب ومهارة ده شفت الحتة بتاعت التنطيقة دي شفت الحتة التنطيقة اللي هو كان بيوقف يروح منطق الكرة ونطق وعملوا الكباري إيه يا ابني ده إيه ده إيه الشخصية والجمال والحلاوة دي والجميل فابو الفتوح إنه مش ماتش ولا اتنين ولا عشر دقايق ولا ربع ساعة ولا فقرة ولا ترئيسة وخلصنا لا ده روح وقلب الكرة اللي رح لحقها على خط التماس قبل ما تطلع ورح مهوش الرجل وره واثنين وثلاثة وانوح شيئتا فيه جابت ده مزيج ما بين مهارة وشخصية وقلب إنه نروح يلحق الكرة بسرعة يعني مزيج مميز واستمرارية كالنجم البطولة بتاعت كاسة العرف وجهة نظر الشخصية واحد من أهم من جوم البطولة في كاسة قنوم الأفريقية البطولة اللي نحن نلعبها دلوقتي في كل التحية ليك يا ابو الفتوح لأنه بيفكرني بريحة البكات الشمالي الحلوة اللي عندنا الجميلة اللي عندنا احمد رمزي يعني أسماء مش عايز أعد كتير بس هو ريحة دي ريحة البك البك اللي عنده المقامات الدفاعية وكمان الهجومية وكرته حلوة وكرته جميلة وإحنا طبعا المكان ده جي فيه أسماء عظيمة الأجمل والأحلى بقى إن انت بقالك سنين طويلة بتدور هو مين بكي مين منتخب مصر ومين بك شمال منتخب مصر يعني نرجع كده بالذكرة معي لو تجي تتكلم على البكات الشمال إحنا عندنا نقص في المكان ده يعني بص في الأهلي معلول بص في الزمالك فيش حد قدر يفرد نفسه لدرجة إن انت روح تجبت عدد شافي تاني انت عندك نقص في المكانين دول البك اليمين والبك الشمال فالنبو الفتوح ييجي ويركب في الزمالك ويبقى منافس قوي جدا ويجي يركب في منتخب مصر ويباك الشمال الأساسي فهو فرض نفسه إن هو خلاك دلوقتي بمنتهى الأريحية والطمأنينة انت بتقول إن باك شمال منتخب مصر أحمد فتوح قولا واحدا ما بتفكرش فيها مرتين يعني ما بتعودش تقول طب هو ولا فلان طب هو ولا علان طب هو ولا مش لا هو خلاص دلوقتي بقى أنت عندك من ساعة 2010 انت عدت سيد معاوض عبد الشافي أخده حقبة زمنية كبيرة جدا من ساعتها ما فيش حد جي مسك وقفش في المكان ده ولا في المكانة دي فأبو الفتوح أقنع الجميع إن هو باك شمال منتخب مصر كل التوفيق لي وكل التوفيق لكل رجالتنا بكرة بمشيئة الله